موسيقى الاتفاقات في سوريا التي تعزز من قبضة قوات النظام تتم بعيدا عن الدور الايراني المباشر روسيا تسعى لاتمام اتفاقات دولية لحسم الملف السوري وكل الماشرات تدل على استبعاد ايران من المشهد زيارة علي ولاية مستشار المرشد الايراني علي خامنئي الى موسكو الاسبوع الماضي كشفت عن تدهور علاقات تهران بدمشق فالاعلام السوري وفي سابقة من نوعها هاجم ايران منتقدا تصريحات ولايتي الذي كان قد اراد التذكير ان الفضل بعدم سقوط النظام في سوريا يعود لطهران في السياسة لا شيء يبقى على حاله فحليف الامس ربما يصبح عدو اليوم او عبءا على اقل تقدير فالتحالفات تبقى حبيسة الظروف والمسندات والمصالح المستقبلية وهذا ينطبق تماما على ما الى اليه اوضاع الحلفاء على ارض المعركة في سوريا فبعد ان اضحت موسكو صاحبة كلمة الفصل في المشهد السوري باتت طهران تشكل عبءا على حلفاء الحرب تضاربت المصالح الروسية الايرانية في سوريا فمالت كفة النظام للاقوى سياسيا وعسكريا وبدأت حكومة دمشق تضيق درعا بالتواجد الايراني على اراضيها صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري تنتقد علنا ما صرح به علي اكبر ولايتي مستشار المرشد الايراني عن دور بلاده في منع سقوط نظام بشار الاسد امام تقدم المعارضة بداية الحرم الصحيفة هاجمت ولايتي لاطلاقه مصطلح حكومة الاسد بدلا من حكومة دمشق وصفة هذا المصطلح بانه لا يلق بالعراف الدبلوماسية بين الحلفاء لم تكتفي الصحيفة بهذا القدر بل استهزأت من تصريحات ولاية التي قال فيها ان وجود المستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا غير من معادلة الحرب ومنع سقوط النظام وتسالت الصحيفة كيف للمستشارين العسكريين ان يمنعوا سقوط دولة وهم لا يملكون سوى ادوار النظرية في المعلومات والتخطير ويرى مراقبون ان التحول في موقف دمشق تجاه طهران نابع من المستجدات التي طرأت مؤخرا في المواقف الدولية ازاء الازمة السورية ابرزها التحول الكبير في الاستراتيجية الامريكية حيال طهران حيث تبدو واشنطن جادة بالتعاون مع موسكو في تحجيم النفوذ الايراني في الشرق الاوسط اضافة الى ان بشار الاسد يدرك تماما بان ايران باتت تشكل عبءا ثقيلا على نظامه خاصة بعد اعلان اسرائيل صراحة بان استمراره في السلطة لا يشكل لها معضلة في حال خروج الميليشيات الايرانية من اراضيه زيارة ولاية لموسكو مؤخر ربما تأتي ضمن محاولات طهران السياسية للحصول ولو على جزء من الكعكة السورية بعدما ادركت ان موسكو لن تضحي بعلاقاتها بالغرب مقابل ارضاء حكام ايران معنا الان من بيروت الكاتب والباحث السياسي حنة صالح مساء الخير سيد حنة مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الاخبار لافت هذا الهجوم على علي ولاياتي وتصريحاته التي صدرت في موسكو فيما يتعلق بسوريا صحيفة الوطن السورية طبعا صحيفة رسمية تتحدث باسم النظام اولا هل يمكن ان نستشف ان هناك بالفعل كما ورد في التقرير نوع من الخلاف قد يتطور في الفترة القادمة بعد دخول التفاهمات سواء بين واشنطن وموسكو حيز التنفيذ هل يمكن ان يتحول هذا الخلاف الى ربما شقاق وتباعد في الفترة القادمة بدون شك الاساس موجود لذلك نتذكر جميعا منذ ايام عندما قال جون بولتون ان لا مشكلة للوائث منتحدة مع النظام السوري المشكلة هي مع ايران عندما كان يزور روسيا والكل يعلم ان النظام السوري ما استمر كل هذا الوقت دون هذا التحالف الكبير من تحت الطاولة مع اسرائيل والخدمات المتبادلة منذ سيطرة اسرائيل في حرب السبعة والستين اتفاءات عام اربعة وصرعين ادت لقيام النظام السوري نظام الاسد الاب ثم الاسد الابن بتوفير الحماية لحدود الاحتلال ومؤخرا كان هناك بعد الاشادات التي اطلقها ناثنياهو بالرئيس الاسد الباحث الاسرائيلي ايدي كوهين الذي قال هناك حب دفين بين الاسد واذن ناثنياهو لا يعرفه الا بوتين طبعا المرور الى درعة المرور الى معبر نصيب العودة الى الجنوب كانت تمر باستعادة هذه الاتفاقية للعام اربعة وسبعين باستعادة التحالف غير المعلن تحالف مصلحة مع اسرائيل باي حال عندما تنجح موسكو بمنع البحث ببقاء بشار الاسد رئيسا للنظام تصبح مصالح النظام السوري محددة في اي مكان ومن استباح بلاده وجلب كل هذه الجيوش لدعم حكمه يختار باللحظة المناسبة لكن هل يستطيع النظام السوري الفكاك من الدور الايراني والنفوذ الايراني ونحن نعلم ان الحرس السوري تغلغل كثيرا في مفاصل السلطة السورية هناك مرحلة من الصراع في سوريا لكن لابد ان القيادات الفاعلة في النظام السوري تنحاز الى مصالحها ومصالحها الان هي مع موسكو خصوصا اننا نشهد بناء نوع من جيش جديد الفاعلق الخامس قوى عسكرية جديدة وشهدنا بدون شك ابعاد الميليشيات التابعة الحرس السوري عن الجنوب باتجاه الى شمال دمشق هناك مرحلة جديدة في سوريا هناك بعد قمة هيرسينكي مسار عالمي جديد من ضمنه سوريا بدون شك هذا المسار محفوظ بالمخاطر نتيجة وضع امريكي شديد التعقيد بواجه الرئيس الاميركي ترامب وما بد عليه بين مزدوجين من ضعف امام الرئيس الروسي لكن هذا المسار الجديد من ضمنه سوريا وبدون شك يختار النظام مصالحه الان ربما حديث ولاية جاء ليكشف عن جانب من الخلافات الموجودة خصوصا ان الدور الذي مارسته الميليشيات الايرانية سواء مع الجيش السوري سواء مع المجموعات المؤيدة للنظام لم تكن ممارسات مقبولة كانت استدباع وازلال علما ان هذه الميليشيات ايضا للدفاع عن النظام السوري دفعت اسمانا كبيرة الميليشيات السورية تحديدا ولكن الحديث التحول حاصل والمكابشة مع الايران الحديث يوم عن تحجيم الدور الايراني في سوريا البعض يتحدث عن انهاء الدور الايراني في سوريا الى اي مدى هذه الطروحات وقعية بالفعل يعني البعض يقول انه ايران استثمرت الكثير في سوريا استثمرت الكثير من الاموال الكثير من الارواح الكثير من المصداقية الكثير من كل شيء وبالتالي ايران لا شك انها حريصة على الابقاء على نفوذ ما داخل سوريا بعد ان يعني ان تهدأ الامور وتستتب الى حد ما على الاقل ميدانيا هل الحديث عن تحجيم الدور الايراني حديث واقع برأيك في الفترة القادمة اظن انها عملية ستتم على مراحل ولن تقبل موسكو بالنهاية بشريك مضارب لها في سوريا حدود النفوذ بالنسبة لايران ستكون محدودة جدا ضئيلة جدا ومؤقتة جدا موسكو تراهن على صفقات كبيرة مع الولايات المتحدة وسمن هذه الصفقات دور فاعل من جانب روسيا ضد الميليشيات التابعة ضد النفوذ الايراني لابد من سمن تقدمه للولايات المتحدة ومهما بدأ عليه الرئيس الامريكي في قمة تيلسينكي هناك حجم الولايات المتحدة وهناك حجم الاتحاد الروسي ما زالت قضية الكرم عالقة ما زالت الوضع في اكرانيا عالق ما زالت العقوبات الغربية على روسيا شديدة وكبيرة وما زال حصلت موسكو على اعتراف بدور لها في حل الازمات الدولية وهذا رهان كبير من جانب الرئيس الروسي حصلت على مشروع او بداية اتفاق لوقف التسلح سباق التسلح والعودة الاتفاقية ستارت الى اخره مقابل كل هذه الخطوات الولايات المتحدة تحقق انجازا ينعكس داخليا في الشهر الاوسط بعد الانسحاب من الاتفاق النووي وضع حد للدور الايراني في زعزعة استقرار المنطقة وهذه وظيفة سيقوم بها الجانب الروسي على مراحل ليس قليل الاهمية ان تنتشر الفرقة الحادية عشرة على الحدود مع لبنان من القصير باتجاه القلمون وليس قليل الاهمية ان يتم سحب الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة حيث التعاون كان كبير بين مع الميليشيات الايرانية من الجنوب واستبدالها بقوات النمر والشرطة العسكرية الروسية ثم وحدات من الفيلق الخامس الذي تشرف عليه قاعدة حميميم تدريبا ورواتب وتنظيم وربما كان هذا الفيلق سيكون مستقبلا الجيش البديل مكان الكثير من القوات السورية كل هذه المعطيات على الارض عندما يضطر ولايتي ليقول ان وجود ايران ليس في سوريا ليس موجها بتاتا ضد اسرائيل اي انه بلع الضغط هذه المرحلة اعتقد اننا امام مرحلة فيها شيء تدريجي من محاصرة النفوذ الايراني لكن هناك مشكلة كبيرة ان ايران لا تستطيع الانصياع لهذا الطلب لان انسحاب ايران بعد كل هذا الاستثمار كما اشارت في سوريا سيؤدي الى انسحاب حكم الملالي من طهران شكرا وضع في طهران متفجر نحن نعلم ماذا يحصل اود ان اشكرك استاذ حن للأسف وقتنا انتهى الاستاذ حن صالح نعلم ماذا يحصل في ايران كان معنا من بيروت شكرا جزيلا وتتابعون بعد قليل في الملف الخاص من غرفة الاخبار البركزيت وشبح اعادة الاستفتاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة